استهداف صاروخي جديد لمعسكر صحن الجن بعد استهداف نفس المعسكر قبل أقل من شهر مصادر عسكرية قالت إن الصاروخ الجديد استهدف المقر المؤقت لوزارة الدفاع أثناء اجتماع حضره وزير الدفاع وقادات القوات السعودية ما أسفر هذه المرة عن مقتل ستة من أفراد الجيش بينهم ضابطان رفيعان المنطقة التي يوجد فيها معسكر صحن الجن تعد مكانا يضم أهم المقرات العسكرية حيث أن استمرار استهدافها يمثل خطورة على الأفراد والضباط والمقرات العسكرية كوزارة الدفاع عمليات الاستهداف الصاروخية التي تطال المناطق العسكرية الهامة في مأرب وبشكل متكرر بل وفي نفس المواقع لمرتين وضع تساؤلات عديدة حول غياب الدفاعات الجوية الخاصة بالتحالف في حماية المناطق العسكرية التحقيقات الأولية في الهجوم السابق الذي استهدف مقر وزارة الدفاع أظهرت أنه تم بصاروخ أمريكي متطور وذلك حسب ما نقلت وكالة شنخو الصينية الصواريخ بحسب التحقيق الذي نقلته الوكالة تحتاج عملية إطلاقها إلى منصات مرتبطة ببطاريات يتم رصدها مباشرة من أجهزة المراقبة وهو ما لم يكن موجودا في سلاح الجيش الذي استولت عليه ميليشيا الحوثي حالة دفاعية هشة في مارب واستمرار اختراقات عديدة للمواقع العسكرية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة وهو ما يضع الجميع أمام تساؤلات عن غياب الدفاعات الجوية وأسباب انكشاف المواقع العسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر